استقرار على الطاقس خلال عطلة نهاية الأسبوع لكن تغيير على الأجواء خلال اعتباراً من يوم الأحد التفاصيل بعد قليل شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطام الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري متابعينا في الأردن سعد الله وقاتكم بكل خير إذن سعدت أجواء مستقرة لكن باردة في عموم مناطق المملكة خلال ساعات نهار يوم الجمعة ويتوقع أن تستمر هذه الأجواء المستقرة لكن الباردة حتى يوم السبت لكن اعتباراً من يوم الأحد تبدأ المملكة تتأثر بكتلة هوائية باردة جديدة تعمل على تغيير في الأجواء من جديد كمية من الغيوم الماطر يتوقع أن تنتشر في أغلب مناطق المملكة نبدأ نشرطاً باستعراض هذه الخريطة لتوزيع الأمطار المتوقعة من يوم السبت وحتى منتصف الأسبوع إذن هذه الكتلة هوائية الباردة الجديدة التي تندفع عن حوى شرق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تندفع مع كميات من الغيوم الماطرة تؤثر بشكل أساسي خلال يوم الأحد على السواحل السورية وشمال سوريا وأيضاً السواحل اللبنانية وشمال فلسطين لكن اعتباراً من ساعات مساء يوم الأحد وليل الأحد على الاثنين تتأثر المملكة بهذه الغيوم الماطرة وتبدأ فرص الأمطار بالهطول في المنطقة الشمالية الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية وهذا اعتباراً من ساعات مساء يوم الأحد وخلال ساعات ليلة الأحد على الاثنين يوم الاثنين تبقى الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار في المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى مع سيطرة الأجواء باردة بشكل عام نظم الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة تسود أجواء باردة جدا درجتين مئويتين تحت الصفر كحرار مقاسة أما المحسوسة ستكون أربع درجات مئوية تحت الصفر الرطوبة حوالي 47% أما الرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة أسرع توقعات الجوية للعاصمة عمان لثلاثة أيام القادمة يوم السبتقس مستقر بشكل عام سبع درجات مئوية كحرار عظمى أما الصغرى درجتين مئويتين فقط يوم الأحد ترتفع لسجل ثمان درجات مئوية وتبدأ فرص خطور زخات الأمطار مع ساعة المساء من يوم الأحد خلال ساعة ليلة الأحد على إثنين تنخفض درجات حرارة لسجل درجتين مئويتين فقط مع استمراء الأجواء المعطرة بشكل عام على فترات ولا يستبعد خطور بعض الأمطار الثلجية في القمم الجبلية العالية يوم الأثنين أجواء معطرة لكن باردة بشكل عام أربع درجات مئوية كحرار عظمى أما الصغرى تنخفض لسجل درجة مئوية واحدة فقط كما أيضا لا يستبعد حطور بعض الأمطار المخلوطة بأثلوج فوق القمم الجبلية العالية توقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم السبت نبدأها من المنطقة الشمالية جواء مستقرة لكن باردة مع هبوب الرياح الجنوبية الشرقية التي ستزيد من الشعور بالبرودة المفرق 10 إلى 3 إربد 11 إلى 6 جرش 11 إلى 5 وعجلون 10 إلى 4 درجات مئوية المنطقة الوسطى العصم العمان 7 إلى درجتين الزرق 10 إلى 5 البلقاء 8 إلى 3 نفس الأجواء والحرارات في مأدبة أما البحر المي 16 إلى 13 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 8 إلى 3 الطفيلة 6 إلى 2 الشوبك 4 إلى درجة مئوية واحدة تحت الصفر معان 11 إلى 1 والعقبة 17 إلى 10 درجات مئوية المنطقة الشرقية الأزرق 13 إلى 1 الصفر 11 إلى 0 ورويش 12 إلى درجة مئوية واحدة إلى هنا تنتين نشرتنا بداية أسبوع سعيدة نتمنى لجميع اللقاء جوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري